اهلا منكم مشاهدينا مرة تانية وفاضلت ست ايام على سنة 2011 تخلص ملك ريسمس على كل الناس وعيد ميلاد مجيد سعيد على كل الاخوة الاخباط الكاتوليك يمكن في نهاية 2011 الاحداث كثيرة جدا لكن لو اتكلمنا عن وضع المرأة في الحياة السياسية الوضع اختلف اليام اللي فاتت جمعة حرائر مصر السيدات مصر عبروا عن نفسهم لأول مرة يمكن احداث متلاحقة كثيرة هنتكلم عن وضع المرأة ايام النظام السابق والوضع المرأة دلوقتي هيكون معنا الاستاذ الكاتبة الصحفية امينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع ومدير تحرير جريدة الاهالي صباح الخير صباح الخير يا استاذ امينة وبعد تقريبا ما يقرب من سنة على صورة 25 يناير هنقول صنة الا شهر يعني حس ان الصورة حققت بعض اهدافها هي الصورة حققت اهم اهدافها وهي اسقاط النظام السابق ويعني الدخول بقى في الاجراءات التالية من الاهداف التانية اللي هي اقامة ديمقراطية حياة ديمقراطية احنا دخلنا في الجدوى لزمني لتحقيق هذه المرحلة ابتدأنا من الانتخابات المرحلة الاولى والتانية وفي خلال ايام قليلة ستبدأ المرحلة التالتة بعد ذلك سيؤقد البرلمان وسيختار لجنة المئة لاعداد الدستور الجديد ثم تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية ويسلم المجلس العسكري السلطة كما طالب الصور لكن ما فيش شك انه فيه تزبزبات في الطريق الى ذلك الحوادث المختلفة اللي جرت في ماس بيرو وفي محمد محمود وفي مدان التحرير وامام مجلس الشعب والشورى واللي هي بتقطع هذا المصار وتشوشر عليه وتربكه في الواقع لكن احنا فيه مطالب تعهد المجلس العسكري بانه يمجزها هذه المطالب تتمثل في عدم تقديم المدنيين الى محاكم عسكرية الافراج عن المعتقلين التحقيق في الاحداث التي ادت الى استشهاد هذا الكم من الشباب الكشف عن المتورطين في الحرائق والتدمير والتخريب وما الى ذلك النهاردة الحقيقة الرئيس المجلس الاستشاري الاستاذ منصور حسن بيطرح فكرة انا ارجو ان احنا نلتف حولها جميعا وهي عمل مؤتمر للحوار الوطن مؤتمر قومي على على المستوى الجمهورية يعني انا شايفة انه ده دعوة للحوار لابد مفتح منافذ للحوار لان هذه المنافذ سدت في الفترة الاخيرة تماما بالذات بين شباب الصورة والمجلس العسكري والسلطة التنفيذية علينا ان احنا نمنح حكومة الجنزوري فرصة انها لانها هي بطبيعتها حكومة مؤقتة لنكتاز هذه المرحلة خاصة انه الوضع الاقتصادي شديد التضهور العجز في الموازنة زاد من اول الصورة حتى الان الضعف تقريبا في مشاكل كتيرة علينا انا باقترح يعني انه نتوافق جميعا على المشاركة في هذا المؤتمر لكي نحل الخلافات ونصل الى مشترك فيما بيننا لإكمال الفترة الانتقالية طب استاذة مينا الرأي الاخر خلينا خلينا نتبنينا الرأي الاخرى نحية التانية بس السوار بيقولوا انه دلوقتي بيننا وبين المجلس العسكري بقى فيه دم والاحداث الاخيرة بالذات يمكن ما يخص المرأة انه لأول مرة كان فيه انتهاجات علنية ضد المرأة والصورة اللي هزت الدنيا كلها ومنشورة في كل الجرائد بيقولوا انه لأ انه كده مش نافع وفي نفس الوقت انه يعني المشاكل ما تحلتش وقالنا 11 شهر لغاية دلوقتي بالزبط من الثورة وما فيش مشاكل يتحلت لما لو كانوا عايزين يحلوها كانوا يحلوها فحضرتك شايف الوضع ازاي خصوصا انه ما حدث للمرأة لم يحدث اياه مبارك يعني بطبيعة الحال العنف الزائد ده لا احد يوافق عليه المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي اعترف بانه قبل كده كان بينكر في خطوة احنا تقدمناها لقدام دلوقتي بيعترف بهذه الاخطاء وبيتعهد بالكشف عن المسؤولين عنها وبمحاسبتهم لكن اوضاع النساء بعد الثورة انا ضد اي انتهاك لا للمرأة ولا الرجل يعني لو كان حصل هذا الذي جرى للفتاة التي تم سحلها على الارض لمواطن انا كانسانة مصرية هغضب برضو نفس الغضب يعني لكن فيه اشياء تانية تدعو للغضب فيما يتعلق بوضع النساء المصريات وضع النساء المصريات للأسف الشديد بعد الثورة تضهور تضهور شديد وتراجع لعدة اسباب اولا الجو المحافظ الواسع الذي اشاع طيار الاسلام السياسي وبالتحديد السلفيين حوالين وضع النساء المطالبة باعادة النظر في القوانين اللي تم اقرارها لحماية الاسرة والمرأة والخلع والطفل ومنع الختان وما الازال تحت دعوة ان دي قوانين الست وانا عايز اقول انه هذه ليست قوانين احد دي صمرة لنضال الحركة النسائية المصرية على امتداد ستين سنة تبنى تبنى المجلس القومي للمرأة ولانه كان على صلة قريبة بالسلطة التنفيذية استطاع ان يمررها في البرلمان وبالتالي هي قوانين ملك للشعب المصري ولكل النساء المصريات ولكل الحركات النسائية المصرية التي طلبت بها دي واحدة الواحدة التانية لما جينا بقى في الانتخابات الانتخابات وضع المرأة فيها تعيس للغاية يعني الغاية دلوقتي ما فيش ألا أربع سيدات نجحوا نجحوا في القوائم وهذا يدل على أنه مطالبة الأحزاب بأنه كل القانون للنظام الانتخابي يبقى بالقوائم ولا ضرورة للنظام الفردي ده أصبح ضرورة لأنه القطية الوحيدة الأستاذة جورجيت عزر نجحت بالقائمة أول مرة أول قطية تنجح في مصر من 60 عام بالانتخاب هي الأستاذة جورجيت عزر والنساء التانين كله نجح بالقائمة الفردي ما نجحش عليه ولا سيدة الأحزاب لما جات تختار القوائم بتاعتها القانون بيلزم الأحزاب وأصحاب القوائم أن نحط مرأة لكن ما حددوش لها موقع في القائمة وبالتالي جات في زيل القوائم وده وضع يجب أن نحتج عليه جميعا وأن يشكل قلق حقيقي وأن يدعونا لعمل الموضوع موضوع ثقافة توعية قوانين نهضة بقى تواجه هذه الهجمة المحافظة هرجع بحضرتك خطوة الوراء برضو أسألك عن راضي عن ترتيب الترتيب اللي مشي عليه المجلس العسكري من بعد ثورة 25 يناير يعني إحنا بدأنا بإعلان دستوري بعدين مجلس الشعب بعدين مجلس الشعب هو اللي يختار اللجنة التأسيسية اللي هتضع الدستوري الجديد راضي عن الترتيب ده ولا كان مفتوض والله إحنا اعترضنا على هذا الترتيب من البداية أولا يعني اللجنة اللي عملت التعدلات الدستورية كانت لجنة من طيار واحد هو الطيار الإسلامي ولقيت معارضة شديدة جدا في المجتمع المصري لأنه لا يجوز أنه مجتمع فيه تعدد حزبي وتعدد أراء وتعدد أفكار أن ينفرد طيار واحد بعمل أي لا دستور ولا تعديلات دستورية ولا قوانين لابد من التوافق الوطني في كل هذه الحالات دي واحدة الواحدة التانية قلنا الدستور أولا وليس الانتخابات أولا لم يتم الاستجابة لطلبنا وتم الاستجابة للضغوط اللي مارسها الإخوان المسلمين ومشت بهذه الطريقة فيه أخطاء لكن أنا بقول إحنا مش هنقعد نبكي على اللبن المسكوب عايزين ننظر للأمام بحيث نصلح الأخطاء التي تمت علينا أن نكمل المرحلة الانتقالية وفقا للجدوى للموضوع وإلا البديل هو الفوضى التام بقى يعني بقاش فيه أي حاجة يمكن السيطرة عليك طب فيه فندم يعني شرخ ما بين السوار والقوة السياسية بمعنى أنه الفترة اللي فاتت الناس اللي طلعت شيعت جنازة الشهيد دكتور عماد عفت كان الشيوخ الأزهر والمسيحيين بينما الإخوان والسلفيين كانوا مستنيين نتاج الانتخابات السلفيين اللي ولعوا الدنيا أيام من بابة بسبب الحادثة الشهيرة هناك انسحبوا من جمعة حرائر مصر والإخوان المسلمين في موقف ما كانتش مفهوم وهم قالوا أنهنا عايزين نهدي فالضغوط من الناحية السياسية مش مرتبطة قوي بالصوار والصوار شايفين أنه ده مش مرتبط بيهم قوي أنه السياسة مختلفة قوي عن الشارع علينا أن احنا نعترف أولا أنه السوار ليسوا شيئا واحد هم جماعات مفتتة صح ولا لا يعني هو المفترض أن السوار يكونوا جماعة واحدة لا المفترض أنه أنه يكونوا جماعات لها من يمثل لأنه أنا أباجي أكلم حد يقول لي ده لا يمثلني أجيب التاني يقول لي ده لا يمثلني أجيب التالت يقول لي ده لا يمثلني دي واحد أخطأ الصوار منذ اللحظة الأولى لأنهم رفضوا كل القوى المنظمة يعني في شعار ترفع يعني في الميدان أنه مش عايزين الأحزاب القديمة دي عايزينها تسقط وهي جزء من النظام بينما إذا فيه رجد وفيه رؤية منصفة وفيه رؤية حقيقية لهذه الأحزاب اللي هي التجمع والوافد والغد والجبهة الديمقراطية والحزب الناصري وما إلى ذلك هذه هذه أحزاب لعب دور مهمة جدا في إسقاط النظام السابق هي أولا طوال أكتر من 30 سنة هي خلخلة البنية هذا النظام الشعارات التي رفعت في الميدان هي شعارات حزب التجمع وأحزاب الوفد والأحزاب الأخرى القوانين اللي بتطرح الآن بعضها لتعديلات في القوانين مثلا إحنا قعدنا 30 سنة ننادي بإنه الانتخاب يكون بالبطاقة الرقم القومي وليس بالبطاقة الحمراء اتحقق ده مطلب قعدنا كنوا ما تحققش أيام مبارك وأيام نظامه مش معناه أن إحنا المقصرين كان في عنف يمارس ضد الأحزاب المدنية وقمع ومحاصرة ومنع هذه الأحزاب من أنها تلتقي بجماهيرها وتوزع بيانتها في الشارع وبالتالي الذي استفاد من ذلك هم جماعات طيار الإسلام السياسي اللي ما كانش حد يقدر يمنعه لمن الجوامع ولا من الجامعات ولا من الشوارع ولا من المستوصفات ولا وعلينا كمان نعترف أن طيار الإسلام السياسي حل فيه أوقات كثيرة محل الدولة الغائبة بالخدمات الاجتماعية اللي عملها بمهارة فائقة في المجتمع المصر